اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واخيرا انتصروا عليه بالبرء منه او العيش به بشكل يكاد يكون عاديا هذا النجاح سهم فيه بقدر كبير دعم المحيطين بالاطفال المرضى نفسيا وعاطفيا هذا السند المعنوي الهام ابرزته وقدمته مدينة العلوم بالشراكة مع جماية سرطان الطفل التونسية خلال ندوة علمية نوهت فيها بصمود هؤلاء الاطفال في يوم مكافحة سرطان الاطفال العالمي بهذه الكلمات المعبرة الممزوجة ببراءة الطفولة تحدث الطفل ذو سبع سنوات محمد فارس عن تجربته في تحدي مرض سرطان محمد فارس هو عينة من بين عدة اطفال كانت العزيمة سلاحهم لتحدي هذا المرض من فضل ربي الطب الطور والحمد لله وفضل ربي سبحانه وتعالى العزيمة والقوة الوالدين انقلوا لهم شدوا في ربي وعنا اكفاء طب ربي بارك لهم في تونس وان شاء الله يقعدون لنا في بلادنا ما يهربوش علينا بيحاول الله وفما الدواء وما يخافوا من حد شيء حوالي اربعمائة اصابة بمرض السرطان في صفوف الاطفال سنويا سرطانات الاطفال التي تعد من الامراض النادرة تعتبر على عكس سرطانات الكهول قابلة للشفاء اذا تم تشخصها مبكرا مثل الصغير عنده والسيسة نسكول تخاف من والسيس كيفاش الوسيسة هذيك تخلينا نوصلوا الكانسر ما لازمش الصغير والأولياء يخافوا ما تدوي كسواء العلاج الكيميوي ولا العلاج بالأشعة ولا الجراحة فما مخالفات ساسي سير فما مخالفات تنجر عن العلاج الكيميوي لكن الوقاية نجم تخلينا ما نوصلوش المشاكل حالات نادرة بالنسبة للأطفال والنتائج أحسن بكثير من نتائج العلاج متاع الأوراعم عند الناس الكبار مؤمل الحياة عند الأطفال يتجاوز في أغلب الحالات 8% فلما نعالجوه نخمه على الميديام لكن نخمه على الأمد البعيد وعلى كيف يكونوا معتها كهول شنية نوعية الحياة متاحة وتعتبر الإحاطة النفسية بالطفل المصاب وعائلته مرحلة مهمة في العلاج في جميع مراحيله حتى بعد الشفاء فهموا إلي رهي الإحاطة النفسية متاع العائلة هذه ومتاع الطفل تصير ديجا من وقت نبدأوا الأعراض متاع المرض على خاطر وفي المراحل الكل تصير زيدا وقت الدواء الإحاطة النفسية متاع العائلة والطفل على خاطر دوية ما همش ساهلين وتصير زيدا بعد ما يوفى المرض إن شاء الله فما صغيرات يشفى وزيدا كيف كيف غاديك يلزم إحاطة تبيب عنده دور كبير يسر يلزم يعرف شنو الكلمات اللي يستعملهم بشي فسر للصغير شنو المرض اللي عنده وأكد الأخصائيون أن هذا المرض يتطلب توفر أخصائيين نفسانيين بجميع أقسام مرض السرطان تمكين المرأة الريفية اقتصاديا كان محور يوم توعوي نظمه بجهة قربة من ولاية نابل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب من خلال تطوير سلاسل القيمة للمنتوجات المحلية مثل محور اهتمام اليوم التحسيسي الذي أمته معتمدية قربة من ولاية نابل كتتويج للدورة الأولى وعملا بمخرجاتها لتثمين وتكوين المرأة الريفية في مجال الصناعة التقليدية وتحويل المواد الفلاحية القابلة للترويج وفتح آفاق الشراكات المرأة الفلاحة بقيت تنتنج عن معزل من الحلقات الأخرى الترويج والتكوين والتصدير هي بعيدة على هذه الحلقة نحن في برنامج التدخل حبينا المرأة نسحبها ونأثرها ونكونها ونبحث لها على المصدر والصحب الأعمال اللي هو بشيخ عليها المنتوج هذا اليوم التحسيسي الذي نظمه اتحاد المرأة التونسية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والجمعية التونسية لحماية البيئة بقربة كان فرصة لاستعرار المشاريع القديمة والجديدة لعدد من السيدات عبر الإحاطة والإرشاد والحث على خلق شاركات وتجمعات مهنية اقتصادية تثمن المجهود الجماعي تمكين الاقتصادي للنساء في تونس هو مطلب نسوي مطلب يظهر لي حتى وطني اليوم لأنه خراج المرأة وتحسين وضع المرأة على مستوى الاقتصادي بشي خرجها من عديد من الأفات التي تعانيها المرأة التونسية اللي هي برشة أمي وبرشة بيتالة عدد من العينات المنتفعات بهذا التمشي استعرضنا تجاربهن الناجحة مثمنات عمليات التأثير والمتابعة بينما حرفيات أخرى أكدنا على ضرورة التمتع بهذا الامتياز لمزيد التطور نحب زد أحنا نحب شكون منتا يعمليننا دي فورماسيون مثلا كيفش نبيعو سلعتنا كيفش نطوضوها تم تأثير من اتحاد الفلاحين ومن اتحاد المرأة زوزيان يدعموا فينا هكا بشوي معنى معلومات يؤطروا فينا ويعملوننا تكوين جي تكري معرفة بزوز ملين ونص ولا ثلاثة ملين أنا شنور أسميك هذا وقد تم الانفتاح على الخواص لخلق مشاريع مدعمة للانتصاب الفردي مع إمكانية التوسع في هذا المنح وبخصوص حديثة وفاة شابنا الجمعة بمركز الحرس الوطن بمنطقة براكت الساحل من ولاية نابل جاء في بيان عن وزارة الداخلية لاحد أن مرافقين يثين للهالك كان على متن سيارة على مستوى محول ملعب السولجان حاولا سيطرة عليه بعد دخوله في حالة هيجان وهستيريا مفاجئة حتى وصلت دورية تابعة لحرس المرور لكنهم لم يتمكنوا أيضا من كبح جماحها وبالتنصيق مع منطقة الحرس الوطنية الجهوية بنابل تدخلت دورية تابعة لمركز الأمن العمومي للحرس الوطني بمنارة الحمامات وقدمته إلى مقر المركز ليصل هناك بحالة إغماء ويتم الاستنجاد بالحماية المدنية لإصعافه إلا أنه فارق الحياة البلغ جاء فيه أنه بموجب إنابة عدلية صادرة عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول لدى المحكمة الابتدائية بجنوباليا بأشرت الفرقة الثانية بإدارة مكافحة الإجرام الفرعية بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني قضية عدلية وأذن قاضي التحقيق بالاحتفاظ بمرافقي الهالك وعوني دورية الحرس الوطني وعرض جلذثة على الطبيب الشرعي وإجراء الاختبارات لاستكمال الأبحاث وقد أفاد مرسلنا بالجهة أن مناوشات تجددت مساء السبت بين محتجين وقوات الأمن أدت إلى إصابة مدير إقليم الحرس الوطني بنابل وإصابة عون آخر وتم إيقاف حوالي عشرة أشخاص تحديد نقائس قانون القضاة الأساسي ومناقشة مقترحات تنقيحه ضمانا لاستقلالية القضاء بعض من أهداف ملتقى حواري نظمه مركز الدراسات والتكوين المستمر بنقابة القضاة التونسيين بتعاون مع مؤسسة هانس سيدل الألمانية دعت نقابة القضاة التونسيين إلى ضرورة تنقيح القانون الأساسي للقضاة عبر سن إجراءات وقوانين تضمن استقلالية القضاء وتتعامل مع سلك القضائي كسلطة قضائية وليس كمرفق إداري واعتبرت النقابة أن النصوص التلتيبية للقانون الأساسي الحالي تحتوي على عديد الثغرات ولا تتماشى مع التغيرات الضرفية التي تمر بها البلاد عنا قوانين بالية من عام 1967 معنات أكثر من 30 أو 35 سنوات جوزت الأحداث القاضي كان يتعامل كام موظف من السنف العدلي وهذا يرى نلقاه تسمية هذية في عديد المجلات القانونية وكان الحديث على مرفق قضائي معنات القاضي كأنه إداري والحال لا القاضي يرى سلطة نجمنا نواكبه التطورات وخاصة تكريس استقلالية سلطة القضائية التي جاء بها الدستور في فصله 102 كما طالب عدد من المتدخلين بضرورة تحيين تلسانة قوانين سلك القضائية على جميع المستويات خاصة منها المتعلقة بشأن المالي والإداري عنا قضاء تخدم تحت تهديدات إرهابية بالتصفية والاختيالات ومع هذا قضاءات ما سلمتش عنا قضاءات الوضع المادي متاحها معاتش يتماشى مع متطلبات للغلاء وبالتالي عديد القضاءات عنا هجرة متاع قضاءات أكثر من مئة قاضي هاجر لبلدان الخليج القضاءات منذ الثورة لا يزالون يرضخون تحت نير القانون القديم قانون سنة 1967 الذي تم سنه خلال النظام السابق وللأسف الشديد لم يتم التفكير في إرساء قانون جديد للقضاء القانون الأساسي الآن قاعدة يخدم عنهم المجلس الأعلى للقضاء من خلال تكوين لجنة هي بسدد الإعداد لهذا القانون بشكون القانون الأساسي ذهباً باستقلالية السلطة القضائية وحماية القضاءات من تهديدات وغيره أشغال الملتقى الحواري لنقابة القضاءات التونسيين ما زالت متواصلة إلى يوم غد لتنتهي بسياغة جملة من التوصيات يتم عددها على وزارة الإشراف ثم على مجلس نواب الشعب لإمكانية تحيين القانون الأساسي للقضاء أكد وزير الشؤون الخارجية ميس جهيناوي ضرورة التسريع بالإفراج عن المواطنين التونسيين الذين تم اختطافهم صباح الخميس الرابع عشر من فيفر الجالي على مشارف مدينة الزاوية الليبية من قبل عناصر ليبية المسلحة وخلال اللقاء جمع السبت في ميونيخ الجهيناوي بنظيره الليبي محمد الطهر سيالة أكد وزير الخارجية الليبي متابعة حكومة بلاده حادثة الاختطاف وحرصها على تأمين سلامة المختطفين مؤكدا أهمية مواصلة الدعم التنسيق بين الجانبين التونسي والليبي لإنهاء الموضوع اللقاء هو عقد على هامش دورة مؤتمر ميونيخ للأمن الخامسة والخمسين وكان مناساوة تباحث خلالها الوزيران آخر تطورات المسار السياسي في ليبيا والاستحقاقات الثنائية القادمة منها بالخصوص اجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية الليبية المزمع وعقدها قريبا بتونس دائما في الشأن الوطني يعقد مجلس نواب الشعب الثلاثاء القادم جلسة عامة للمصادقة على مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بعد استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار في الأثناء بدأت الأحزاب استعداداتها للانتخابات التشريعية والرئاسية بالعمل خاصة على استعادة ثقة الناخبين تنصرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى مهامها في مرحلة ما بعد سد شغور صلبها وانتخاب رئيسها لتطويمها الأحزاب مرحلة عصيرة من الشد والجذب وتشتغل بدورها على الاستعداد إلى الاستحقاق الانتخابي القادم وقد أبدأ عدد من الأحزاب في المعارضة والإئتلاف الحاكم جاهزيته إلى هكذا موعد نحن جاهزين للانتخابات هذه مؤسساتنا إداريا جاهزة لإنتخابات ويتشتغل على ذلك منذ الانتخابات الماضية عندنا هيئة انتخابية عندنا هيئة مركزية وعندها طبعا مؤسسات محلية جهوية ومحلية في كل الولايات مهمتها هي الانتخابات القادمة تعدين معنتها نعقد في اجتماعات على المستوى المحلي الجهوي طرحنا معنتها نقاط صادرة على المجلس المركزي للجبهة الشعبية سواء لمناظريننا أو للقوى اللي نعتبروها قريبة لنا استعدادنا للمحطة الانتخابية القادمة الاستعدادات الحزبية في الواقع معناها أخرت كثير من الأبعاد هناك لجنة انتخابية تشكلت معناها على مستوى مركزي وهناك لجنة تعد برنامج انتخابي الانتخابات القادمة والآن شرعنا في معناها سلسلة من الاجتماعات في نهاية هذا الأسبوع الأخير في المقابل تسابق أحزاب أخرى الزمانة لترتيب بيتها الداخلي واستكمال مصر البناء من خلال الأعداد لمؤتمراتها قبل خوض الانتخابات القادمة حزب حركة نيدات نوس هو كيف الحزاب الأخرين يعني أنكور في انتخاب الهيكل القاعدية والمحلية الجهوية إن شاء الله عقاد المؤتمر إن شاء الله يكون آخر مارس وإلا إن شاء الله أول أفريل إن شاء الله معنتها نحاولوا نوحدوا صفوفنا إن شاء الله وربي وفقنا نحاولوا نلمدوا صفوف الحزب إن شاء الله بعد الحصول إلى تأشيرة سنشرها في الإعداد للمؤتمر تأسيسي لحزب تحية تونس مش يكون مع نهاية شهر مارس فما محادثات مع مشروع تونس مش فقط مشروع تونس الأحزاب اللي قريبة منها البديل أحزاب أخرى المبادرة غيرها اللي عبروا عن رغبتهم في تجميع العائلة الوسطية في إطار مشروع وطني واحد يكون موسع ندخل به للمعترك الانتخابي عد تنزلي بدأ في اتجاه استحقاق انتخابي على جبهتين تشريعية ورئاسية لعل أكبر تحدياته هو احتواء الأزمة الاقتصادية أو في مستوى أدنى الحد من منسوبها أما الاشتغال الأكبر فسيكون على استعادة فقة الناخبين في الطبقة السياسية ودفعها للتسجيل في انتخابات قد يتهددها العزوف في الشأن العربي الآن وتحديدا في مصر حيث أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في شمال سيناء السبت وقال إنه قتل عشرين من عناصر الجيش المصري بينما كان متحدث عسكري مصري قال إن سبعة إرهابيين قتلوا وسقط خمسة عشر عسكريا بين قتيل وجريحا فالاشتباكات وفي سوريا أعلنت ما تسمى بقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة أن أعدادا كبيرة من المدنيين ما زالت موجودة في بلدة الباغوز آخر معاقد تنظيم داعش الإرهابي في منطقة دير الزور بشرق البلاد وأضاف قائد عام هذه القوات أن التنظيم المتطرف بات محاصرا داخل مساحة صغيرة غير أن وجود المدنيين يعيق حسم المعركة وفق تقديره رفضت الصين السبت دعوة المستشارة الألمانية أنجلا ميركل للانضمام إلى معاهدة للحد من الأسلحة تعود لحقبة الحرب الباردة قائلة إنها ستضع قيودا غير عادلة على الجيش الصيني ودعت ميركل في مؤتمر ميونخ للأمن إلى معاهدة عالمية خوفا من سبق تسلح نووي بين الصين وروسيا والولايات المتحدة بعد انهيار معاهدة القوى نووية متوسطة المدى تصدرت توترة الأمنية العالمية أجندة مؤتمر ميونخ مؤتمر أعتاد أن يكون نقطة التقاء عبر المحيط الأطلسي لكنه مع انطلاق دورته الخامسة والخمسين بات مهددا بأن يكون مقدم للانفصال بين أقطاب دولية رئيسية فعلى صعيد الأوروبي انتقد نائب الرئيس الأمريكي مايك بانس الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران والاعتراف برئيس البرلمان الفنزويلي خوان جويدو رئيسا للبلاد في هجوم جديد على حلفاء واشنطن التقليدين ورفض دعوة المستشار الألمانية أنجيلا ميركل ضم روسيا إلى جهود التعاون العالمية فيما يتعلق بمشروع نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق من جهتها حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من انهيار الهيكل السياسي العالمي وأشادت بالتعددية والتعاون في التعامل مع التحديات العالمية وفيما يتعلق بالانسحاب الأمريكي من سوريا حذرت ميركل من تبعاته الذي يمكن أن يعزز نفوذ روسيا وإيران في سوريا على حد تعبيرها وفي جانب آخر من هذه القمة تم التطرق إلى التحديات المطروحة على القارة الإفريقية التي يمثلها رئيس الاتحاد الإفريقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي دعا إلى ضرورة تعزيز التعاون التنموي لمكافحة الإرهاب بتحقيق الأمن والاستقرار عبر التنمية الاقتصادية هذا ويحذر البرنامج الرسمي للمؤتمر الأمني هذا العام الذي يستمر ثلاثة أيام يحذر من حقبة جديدة صعبة بسبب التنافس الشديد بين القوى العظمى حسب ما أكده محللون ومن أخبار رياضة سيكون نادي المريخ السوداني منافس النجم الساحل في كأس العرب للأندي الأبطال بعد فوزه السبت في أمدرمان على مولودية الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل في إياب الدور ربع النهائي من المسابقة العربية وتقام مبارة الذهاب للدور نصف النهائي بسوسة يوم الأربعة السبع والعشرين من فيفري الجاري على الساعة السادسة مساء والإياب يكون يوم التاسع والعشرين من مارس في السودان نهاية النشر وهذا أبرز ما جاء فيها في عنوين مؤمن حياة الأطفال عند الإصابة بالسرطان يتجاوز الثمانين بالمئة والدعم النفسي العائلي عامل هام لدعم العلاج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب برنامج لتوفير مصادر التمويل وتبادل الخبرات ينفتح على الخواص بعد انتهاء تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأحزاب السياسية تبدأ استعداداتها للانتخابات وطبعا مشاهدين بإمكانكم متابعة هذه المشروع وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية شكرا المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة